بناء على توجيه رئاسة مجلس وزارة إقليم كردستان وزارة صحة الإقليم أعلنت عن استعداداتها لاستقبال ومعالجة جرح التظاهرات من وسط وجنوبي البلاد طبعا هذا موقف إنساني رائع أنه جرحة في أموم العراق يتوني لإقليم كردستان غرض العلاج وهذا موقف نبيل عودنا عليه الإقليم بهذا الوقفة الرائعة وإن شاء الله دائما التلاحم موجود بين كل الشعب العراقي وتعمل الأمان للجميع إن شاء الله وعلى امتداد شهرين من الاحتجاجات والاعتصامات موجة قمع دامية تتبرع منها السلطات الحكومية وتقول إن طرفا ثالثا لا تسميه يقف وراء خطف المئات من القتلى والآلاف من الجرحة المعاملة القاسية جدا من قبل الجهات ولكن أنا أنسبها إلى الجهات الأمنية لأنها المسؤولة عن الأمان بالتأكيد وقعت وسقطت كثير من الشهداء الرحمة لهم وأيضا هناك مجاريح كبيرة فأكيد حكومة أقليم كردستان ومن شعورها الإنساني الراقي والاضطرابات الموجودة حانيا في المناطق المختلفة من العراق قد بادرت بهذه المبادرة وهي على استعداد كامل بأنه الجرحة الذين لا مكان لهم أو لا يفسح المجال لمعالجتهم بجلبهم إلى أقليم كردستان تمسك المحتجين والسلطة كل بموقفه يدفع نحو مزيد من التصعيد والقتل فهل بات البلد أمام طريق مزدود؟ بين العنف ومناورات السياسة وسقوط آلاف الجرحة إقليم كردستان يعلن عن استعداده لاستقبال جرح التظاهرات في موقف إنساني نبيل من أربيل بشير الحسر قناة الفلوجة